حلقة جديدة وأحداث جديدة نرصدها مع حضراتكم يوميا على أرض مصر وأحد التحديات التي لازالت قائمة على أرض مصر الزيادة السكانية التي تلتهم كل التطورات وكل الإنجازات التي تسعى إلى النمو الاقتصادي في بلدنا هناك أيضا خطط ومبادرات ورؤية للقيادة السياسية والدولة المصرية للحد من النمو السكاني وفي مارس الماضي تم إطلاق مبادرة تنمية الأسرة المصرية لمواجهة الزيادة السكانية وأيضا للحد من هذا النمو السكاني وتحويل هذه الزيادة السكانية إلى ثروة بشرية يمكن أن تقود وتساهم في قطار التنمية بيشرفنا في الستوديو الأستاذ أحمد عطية أستاذ الجغرافيا البشرية جامعة حلوان هنتكلم عن هذا الملف ملف الزيادة السكانية في مصر أهلا بك يا فانتم معنا أهلا وسهلا يعني الحقيقة أفكار كثيرة ومناقشات وحوارات كثيرة لمواجهة أو محاولة الوصول إلى حل لمواجهة الزيادة السكانية الجديد اللي ممكن نتكلم عنه في هذه القضية الهامة جدا التي كانت ولازالت محل النقاش وحوار على كل المستويات في الدولة المصرية منذ عقود طويلة الحقيقة فعلا يعني المشكلة السكانية مشكلة كبيرة جدا متركمة عبر عشرات السنين وهنا كنا قلنا أن المشكلة السكانية مرتبطة بتلت عناصر أساسية أو تلت مشكلات أساسية مشكلة النمو السكاني رقم واحد المشكلة الثانية مشكلة سوء التوزيع الجغرافي أو المكاني عشان مصر كلها دلوقتي ومعظم السكان تتركز في حوالي 96% من مساحة مصر 6% 6% أسف من مساحة مصر والجزء المتبقي كله عبارة عن صحراء أو الجزء المتبقي منه في مرات زي الوحات وفي جزيرة سيناء وفي الصحراء الشرعية العدد الأكبر في مساحة أقل بكتير بكتير جدا بالنسبة لمساحة مصر لأن مصر جزء من القليم الصحراوي للصحراء الكبرى وهي زيها زي دول زي ليبيا والتشاد وغيرها لكن احنا اللي مميزنا عبر الحضارات الأديمة أن احنا وجود نهر النيل بالظبط كده فده الجزء الثاني جزء الثالث هو الخصائص السكانية اللي هي مرتبطة بالخصائص التعليمية والخصائص الاقتصادية والخصائص الصحية العناصر دي كلها لازم يكون هناك مجهودات كبيرة وخطط واضحة على المدى البعيد لحل تلك المشكلات يعني من القراءات والأبحاث وجدت أن كان فيه مؤسسة وانشأت مع الجمهورية الجديدة عام 53 خاصة بالخدمات العامة ليدفع تقرير بالعنوان بتاعه مشكلة السكان في مصر سنة 55 كان ساعتها أو وقتها عدد السكان في مصر 20 مليون نسم طيب يعني مر حوالي اكتر من او حوالي 68 عام على هذا التقرير طيب احنا نشوف احنا وصلنا لفين بعد درور تلك المرحلة هنلاقي ان احنا يعني يعني لما كان سكان مصر 20 مليون كان هناك قلق على زيادة السكانية بالضبط سنة 55 بالضبط التقرير ده موجود ومنشور وفي التقرير بيتكلم ان هناك ثلاث عناصر رئيسية بتمر بها او كل اي دولة ممكن تبقى واحدة من الثلاثة دولة اللي هما ايه؟ رقم واحد ان يكون هناك نمو سكاني يوازي او يعادل النمو الاقتصادي فوقتها المواطن مش هيشعر باهتزاز بل هيكون هناك استقرار في الداخل الخاص به المحور التاني ان يكون النمو الاقتصادي اعلى بكتير من النمو السكاني فبالتالي هيحصل العكس المواطن هيحسن بتحسن في الدخل الخاص به وفي مستوى المعيشة وكذا العنصر التالت ان يكون النمو الاقتصادي او النمو السكاني اكتر بكتير من النمو الاقتصادي فبالتالي المواطن هيحس بي الدخل التقرير العكس هينخفض وهيحس بيضيق في المعيشة وده الوضع اللي احنا بنحس بي دلوقتي الكلام ده كان امتى سنة 55 لكن الخطط في مصر من زمان هي مرصود مشكلة السكان لكن المشكلة ان لا يوجد استراتيجية مؤسسية ثابتة عبر السنين المختلفة لذلك يعني الناس تشتغل لتتحمي شوية مشكلة السكان وتشتغل عليها وحملات تواقق وبعدين الموضوع يهدى شوية وبعدين الناس تحس ان احنا لا في مشكلة كبيرة فمرة تانية لكن الحل هذه المشكلة احنا مش هنشر حتى لو بدأنا من دلوقتي او احنا بدأنا بالفعل اللي هاشعر به كمان 50 سنة قدام او 60 سنة قدام لكن هي البداية لان احنا لو ما فيش بداية مش هنوصل للنقطة اللي احنا محتاجين نوصل لها هتوقف من حضرتك عند هذه النقطة ونخرج لهذا الفاصل ثم نعود نوصل حوار رجعنا مع حضرتكم مرة تانية لازال معنا ومعكم دكتور احمد عطية استاذ الجغرافية البشرية جامعة حلوان ولازال حوارنا عن ملف الزيادة السكانية في مصر اهلا بك يا دكتور مهلا مرة تانية وكنا بنتكلم قبل الفاصل عن المجهودات اللي بتبدلها الدولة والخطة اللي ممكن نشعر بنتائجها في مجال زمني او في فترة زمنية قصيرة ولكن حرارة كنت بتتكلم انه اكيد الخطوات اللي بتقوم بها الدولة الان امام صعوبة الاستجابة وصعوبة يعني التنفيذ الفوري لهذه المبادرات ممكن ان احنا نشعر بنتائجها على المدى الزمني الطويل ايه اهم المبادرات اللي بتطلقها الدولة وايه المطلوب للاسراع من تحقيق نتائجها على ارض الواقع طبعا الدولة في الفترة الاخيرة بدأت تطلق بعض المبادرات زي اتنين كفاية زي حياة كريمة بحيث تكافل وكرامة ويعني اشترضت حتى في التكافل وكرامة ان مش هيخد او مش هيدخل في المنظومة الا الاسرة العدد الاولاد فيها اتنين اكتر من اتنين مالوش تكافل وكرامة وده طبعا لان احنا يعني عندنا صعب يعني ايجاد تشريع زي بعض الدول يعني مثلا في الصين في الفترات اللي فاتت عشان خاطر العدد الكبير يعني عدد السكان فيها بتراوح اكتر من مليار وربعمائة مليون خادوا بعض في القرارات ان هو فرد واحد فقط او ابن واحد للأسرة لكن هي بدأت في الفترة الاخيرة تقريبا من 2015 حصل تغير في التركيبة السكانية للصين التركيبة السكانية اللي هي التركيبة العمرية للسكان فاصبح الجزء الاكبر او جزء كبير او نسبة كبيرة سنهم كبير فاصبح طبعا الجزء الشباب اللي هو قادر على العمل والانتاج هو النسبة الاقل دلوقتي حصل العكس يعني الصين دلوقتي بدأت تشجع على الانجاب اكتر من طفل او طفلين عشان يعني يساعدوا او يزودوا قوة العمل القوة العمل بتتحسب من اكتر من سنة 50 سنة ل 65 سنة عندنا في مصر دول بيمثلوا حوالي 60% من السكان فده طبعا يمثل صروة بشرية في حالة استخدامها وتحسين الخصائق السكانية للأفراد اللي هي متمثلة في رقم واحد الحلول اللي هي على المدى البعيد التعليم ثم التعليم ثم التعليم رقم واحد رقم اتنين محاولة تقليل العدد السكان اللي هم تحت خط الفقر رقم ثلاثة محاولة ايجاد فرص عمل للأفراد في الداخل وبرضو تحسين قدرة العمالة وتصدرها برضو الى الخارج اللي احنا عارفين دلوقتي ان العاملين بالخارج يمثلوا صروة كبيرة لمصر وجزء كبير من الدخل القومي بالعملة الصعبة بيعتمد على العاملين بالخارج فهنا لو ركزنا في التعليم رقم واحد والتعليم بالتالي الثقافة فبالتالي تغيير العادات والتقاليد المتجزرة في الشعب المصري اللي هي لها علاقة برضو بطبيعة العمل يعني زمان كان الافراد بيحبوا يعني يخلفوا ولد كتير لان كانت الزراعة هي النشاط الاساسي للسكان فانا عايز اخلف ولد او بنتي برضو حتى البنات كانوا بيساعدوا الاسرة في الانتاج وكذا دلوقتي يعني الزراعة بدأ احنا منظور بتاعنا عشان نقدر نتطور بنظر الى الصناعة وهي اصبحت تمثل حاليا يعني داخلة في 18% من الداخل القوم محتاجين طبعا ان احنا نزوتها يعني دولة زي الصين عشان الناس دايما بتقارن النشاط الزراعة هي اللي بدأت بها لحضارتها ونموها الاقتصادي بدأت بالاصلاح الزراعي فورا اصلاح الزراعي اولا كان قبل اي ثورات وقبل اي طفرات يعني اقتصادية صحيح لان الزراعة كانت هي للعنصر الاساسي مع تطور الالة والثورة الصناعية صحيح بدأت الدول يعني النشاط الصناعي هو اللي يمثل نسبة الابر طب في الصين يمثل قد ايه؟ حوالي 75% من النشاط ومن الداخل احنا كان 18% بالنسبة للزراعة ولا الصناع؟ بالنسبة للانشطة المسيطرة او اللي بتضر دخل للدولة هتوقف معركة انت هذه النقطة نخرج لهذا الفاصل ثم نعود رجعنا مع حضراتكم مرة تانية لزال معنا ومعكم دكتور احمد عطية استاذ الكغرافية البشرية جامعة حلوان اهلا بحركة دكتور مرة تانية وفي ختم لقاءنا ونحن نناقش ونحاول ان نصل الى حلول للزيادة السكانية ايه اهم رسالة نختم بها لقاءنا؟ طبعا رسالة لأفراد المجتمع ان احنا لازم نشعر بمشكلة السكان على اقل يعني انها تؤثر على الاسرة بشكل شخصي حتى لو احنا مش حاسين بها كتأثيرها على المصر او على المجتمع كامل نشعر بها بشكل مباشر بشكل شخصي في الدخل في التعليم في التربية فبالتالي فيه دور على الدولة انها تحاول توفر التعليم الجيد الثقافة من خلال قصور الثقافة والمسرح المدرسي ودور العبادة المساجد والكنائس وغيرها وفي نفس الوقت المواطن يحاول ان يشعر بطبيعة المشكلة ويحاول انه يعني يحدد اولوياته عشان ينتج فرد قادر على انه يغدم نفسه ويغدم بلده في المستقبل شكرا جدا دكتور احمد عطي استاذ الجغرافية البشرية جامعة حلوان شرفتاني دكتور شكرا يا فاند وهي غدا حلقة جديدة على ارض مصر